طلبت الجمهورية اليمنية اليوم بفرض إجراءات حازمة ورادعة ضد الاحتلال الصهيوني تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية جاء ذلك على لسان القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفيرة الدكتور علي موسى خلال ترأسه لاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث قرار الكنيسة الإسرائيلي بحضر أنشطة الأنروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوضح السفير موسى بأن حضر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا يمثل تعسفا وتقويضا جديدا لمبادئ وقوانين العمل الإنساني سيفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وأكد دعم واستمرار الأنروا في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن حضر أنشطة الأنروا سيؤدي إلى آثار وعواقب إنسانية مأساوية بحرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية